وفي سياق آخر التقى المطرر خريستوفوروس في النادي الأرثوذكسي بعبدون بأبناء الرعية الذين تزوجوا خلال العامين الماضيين حضر اللقاء عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور ما يقارب من مئة زوج وزوجة وخاطب سيادته المتزوجين وقال إن معيار المحبة في العائلة هو التسامح والنسيان داعيا لعدم السماح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونهم العائلية والاهتمام بتربية الأطفال في بيئة آمنة وقال بأن قرب الزوج والزوجة من الكنيسة يحمي أطفالهم من تيارات العصر الجارفة